أريد أن أخبركم معلومة ريفية لكنها مفيدة لتهمنا بالتغزية العلاجية أداماً في الوقت الذين يحبوا يدوروا على منابع المياه يعني يحفروا بير ليس مثل هناك دراسات تقلنا أن هناك ماء ومجرى يشوفوا أين لدينا مجرى حتى يتم حفر البقر أداماً لم يكن هناك أصاص بالأرياف فكان لديهم طريقة جميلة وناشحة وهذه الطريقة أنهم يأخذوا عود الرمان هذا العود الرمان يكون غض غني يعني غض فتي يقصوا ويعملوا بشكل حرف V يمسكوا ويمشوا فيه بالأرض وقت يوصل للمكان الذي يوجد ماء يصبح عود الرمان يعملوا الحركات ينطفل السبب في ذلك تفسير العلمي بالموضوع غصب الرمان غني بالشوارد المعدنية وهذه الشوارد المعدنية لما تلتقى مع الشوارد المنحلة بالماء يصبح لدينا حقول مغناطيسية هذه الحقول المغناطيسية تتنافر لذلك يتحرك معنا عود الرمان ويقلنا أنهم في عنا مجرى للماء وصدقاً هذه الطريقة كانت قديمة كثير معمول بها بالأرياف ونحن منا فتحنا بقر ماشاء الله نبع نبع كان بهذه الطريقة نحن نستفاد منها بالتخزيل الإلاجية حتى تعرفوا أنه الرمان شجرة الرمان بشكل عام مخزن للمعادن مخزن للفيتامينات الرمان الشجرة الأوراق سمرة الرمان بزر الرمان وقشر الرمان وهذا كان الموضوع اللي هم نحكي فيه من فترة أنه احتفظوا بقشور الرمان واليوم خبرتكم كيف عملنا شاي قشور الرمان الفكرة كتير سهلة دعونا نستفاد من قوة الغذاء الموجودة بالطبيعة إذا كنتوا تعرفوا هالقصة خبروني فيها بالتعليقات دعونا نتبادل كل الأفكار الموجودة بالعالم أصدقائي الغوال اللي هم يتابعوني أول مرة سوف نحصل على درجة التبطراب الكيمياء التحليلية خبيرة التغذية الإلاجية و جمال السيدة بعد الأربعين كل يوم كون معكون في فكرة جديدة وفيديو جديد حبيتوا هالفكرة خبروني بالتعليقات اشتركوا بالبروفيل حتى تنتشر المعلومات الصحية لأكبر مستوى وتكبر عيلة أنا قد أنسى محبتي ترجمة نانسي قنقر